هنروح للسكواش اللي كنا لسه في سيرته ومنقول يا رب السكواش يبقى لعبة أولمبية عندنا لعبين كبر مصطفى عسل ويوسف سليمان الاتنين شباب الاتنين نشئين وطلعين بلعبوا في البي اس اي او منظمة اللعبة المحترفين في السكواش الاتنين مصطفى عسل حافظ على ترتيبه العالمي النشرة الجديدة للتصنيف طلعت المركز الرابع مصطفى عسل زي ما هو ده التصنيف العالمي امام حضرك مصطفى عسل حافظ على المركز الرابع بالرغم انه من خلال في الشهرين اللي فاتوا ما شاركش في اي بطولة واضح ان البي اس بتاعته كانت عالية او منفرد هو بالمركز الرابع نيجي ليوسف سليمان يوسف سليمان اتقدم مركز واحد بقى في المركز الخمستاشر وهقولكم ده هينفعنا كتير في ايه طبعا ده حاجة كويسة جدا انه يبقى بالنسبة ليوسف سليمان انه يبقى في احسن ستاشر ليه لانه لما بيكون في احسن ستاشر ما بيلعبش المندرو بيخش على بيلعبش سوري التمهيدي بيلعب بيخش على المندرو بيخش على دوله ستاشر على طول فهو كده كده ضامن مجموعة من النقاط بيجمعها من اي بطولة بيشارك فيها طول ما هو ماسك في افضل ستاشر لعب طبعا هو دي مش امال ولا طموحاته يوسف سليمان بس انا بقول حتى الان الخمستاشر الستاشر الربعتاشر التاشر انت كده في الامان القرع او المطشط الجامدة اللي بتقابلك مش بتبقاش بدري بتبقى في الادوار النهائية واللي ساعد يوسف سليمان انه طلع للدور قبل النهائي في بطولة اونفاير اتلعبت في العاصمة الامريكية واشنطن طلع الدور قبل النهائي فخلاي لم نقاط كتيرة لعب تاته رابع وكس بالتالت فايزا كل ده جمع مع نقاط خلاي وصل البركز الخمستاشر